اشتركوا في القناة الدين الخوري. طبعا مهم كثير أن المرأة تكون موجودة في البلدية. تكون موجودة على الأرض وفاعلة وتكون موجودة اليوم بالانتخابات. وهذا الشيء عم نشوفه بكثير من الترشيحات. ولكن هل الطريق السهل أم بعدها صعبة؟ لا بعدها شوي صعبة. لأنه لدينا كثير معويقات تمنع وصول المرأة للمجالس البلدية. إذا تحب نفوت بتفاصيل المعويقات قانونية اجتماعية واقتصادية. الأوانين بعد ما تعدلت حول وجود كوتا بالمجالس البلدية. وأيضا صعوبة وصول المرأة. لأنه كثير سيدات اليوم ما عم يتحمصوا. لأن ما في سيدة رائدة بهذا المجال. لحتى تعطيهم دفع أكتر إذا بديك لحتى يتقدمه. إضافة للتكاليف الكبيرة التي تتحملها السيدة لحتى تفوت بحملة انتخابية أعلمية. حتى توصل صوتها وتوصل مشروعها إذا بديك الإنمائة. إذن المعويقات هي معويقات اجتماعية ومادية. نعم. وقانونية. وقانونية بأي معنى؟ يعني قانون ما بيمنع المرأة أن تترشح. صحيح هو ما بيمنعها. بس اليوم بوجود مرأة بمجتمع شوي بعده متحفز. ذكوري بيتعلق بتقليد معينة. عم يمنع هذا الشيء وصولها. مشان هيك طالبوا بكوتا نسائية لها تكون مدخل للمجالس البلدية. بالألفين وعشرة تقدم فيها نائب سامي جميل. ومؤخرا كمان تقدم النائب غسان مخيبر باقتراح كمان. لأن هون عنا كمان صغرة تانية. إنه السيدة اللي بتتزوج وبينتقلوا قيودها بالزواج. ما بيعد فيها تترشح ببلدتها الأساسية. فأزان كمان هون عنا عائق تانية بيمنع المرأة من الوصول للمجالس البلدية. وهون هل مشاريع القوانين. فأزان شو اللي طرحته؟ هلأ طرحت حل أو إذا بديك جزء من الحل يعني. لأنه الحل مش بس بالقانون. في عنا معويقات اجتماعية كمان. اليوم البلدة يعني السيدة اللي ما بدت تتقدم للمجلس البلدي. ديما بيطلعوا على فيه طابة عائلة إذا بديك بيغلب. يعني اليوم الرجل ما بيقبل أنه تمثله مرأة بضيعته. فهذه من المعويقات كمان. اللي بتمنع وصولها. وقد بدها تحارب لحتى توصل. قد بدها تكون مميزة. وعندها ثقة بنفسها. هذا الشي كمان تشتغل على حالها فيه. بس اليوم الحديث. الحديث عند الأحزاب. عند البلديات. حتى عند العائلات. أنه لا هنا دعمين المرأة. دعمينها. بس نشوفها شيء على الأرض. نشوفها شيء على الأرض. نشوفها شيء على الأرض إذا صحيح. بس كمان ما بدنا نحط دائما الحق على الرجال بهذا الموضوع. لأن السيدة كمان بتلعب دور إذا هي ما كانت قد الحمل. كما بيقولوا. ما فيها تفرض نفسها. ما حال ما بتكون موجودة. فإذا ما ننسى النسبة. يعني إذا كانت تترشح 1% و 2% من النساء للبلدية. وال98 هن رجال. فأكيد النسبة ستكون رجال. لازم يخدوا مبادرة. المهم أن تأخذ مبادرة. وتتقدم للانتخابات. بالنتيجة مشكل شخص يربح. بالمجالس نيابية. كمان مشكلة المرشحين يطلعون نواب. بالنتيجة في معركة بدأت تخوضها. بدأت تقبل الإخسارة والربح مثل بعضهم. ما تخوري ناس مع الكوتا. ناس ضد الكوتا. ما أعرف إذا نحن فهمانين بالتحديد. شو هي الكوتا. وشو هي أهميتها. وقد هي خطوة حضرية يعني. حاليك شي بدول متطورة جدا. مثل السويد. بعضهم الهلاء بيطالبوا كمان بوجود كوتا. بمجالس الشركات. بالإدارة بالشركة. أنه يكون في كوتا 40%. فإذا نحن نطالب بكوتا في لبنان. لا نعتبر أنه بلد متأخر. إذا أريدك فكريا. لأنه حتى الدول المتطورة. هي كمان تطالب بكوتا. لا أردت أنني شغلة غلطة. بالعكس. ستفيدنا الكوتا في لبنان. من الوقت الذي نقول. لأن المرأة لا تترشح بوطيرة طبيعية. لا يوجد لعبة دور إيجابة الكوتا. لأنه نرى اليوم باللوايح. أو بالصور التي نرى. نرى أن هناك سيدتين أو ثلاثة على اللوايح البلدية. هذا شغلة إيجابية. بفتكر هذه الأفكار. أو السبيرت. عم تطرح نوع معين من تحفيز المرأة. وصار في صورة معينة. وضعتها الكوتا بالمجتمع اللبناني. بتحفز المرأة أكثر أنها تتقدم. يعني خلتها يكون عندها وجود أكثر. شو المطلوب من الأشخاص اللي بيترشحوا لعضوية بلدية. لرئاسة بلدية. شو المواصفات اللي يجب تكون موجودة عندهم. بغد النظر عن إذا كان رجل أو إمرأة. نحن ندفع بالإمرأة إلى الأمام. لأنه لا يوجد شيء دعم. لكن كمان رجال يوصلوا وما يكونوا على قد المسؤولية. صح. إذا نحكي من الناحية الثقافية. أقل أن يكونوا عندهم ثقافة حول ما هو القانون البلدية. كيف تصير الدورة الانتخابية. كيف نتوجه للجمهور برسالة تفوت على القلب. حتى نقدر نقنعهم بمشروعنا. وأهم شيء يكون فيه مشروع. لأنه اليوم المعركة السياسية اللي عم بتصير. سياسية بحثة بالانتخابات. يعني ما حدا. أليل كثير الأشخاص اللي طرحت مشروع إنمائلة لبلدتها. يعني كلنا عم نحكي أنه بين أحزاب وكيف أننا نوصل على المجلس البلدي. بالوقت اللي الهم الأكبر. كيف أننا نطور دياعنا. ونكون عم نطبق لمركزية الإدارية. وكل ضيعة عندها خصوصية مختلفة عن الثاني. لذلك لازم نفوت من باب أن نكون دارسين مشروعنا مضبوط لنقدر نحققه. ما بعرف كمان قد يصير محاسبة من بعض الانتخابات. حتى على سعيد البلدية. مع أنه على سعيد البلدية بتبقى الأشياء واضحة. يعني يا المشروع تحقق يا ما تحقق. مضبوط. هذا إذا كان فيه مشروع. بس حتى لو فيه مشروع وكتير واضح. ما بيتحقق منه شيء. والناس بينسوا وما بيحاسبوا. مضبوط. لأنه ما عم نشتغل صح. لأنه ما عم نحط خطة عمل صحيحة. يعني نجي منقول أنه بنا نعمل هيك. بس ما منتابع. هي المتابعة هي أهم نقطة إذا بديك. من العمليات التنمية المستدامة. هي أنه التابعية اللي عم بتحط السياسة معينة. أنك التابعة تطبيئة. واليوم مش بس بالبلديات يعني. وينما كان ما في شيء يعني. من حط قانون مثل قانون السير. ما منطبقه مية بالمية. أو منطبق إشافة منه. يعني هذا على سعيد الوطن إذا بديك. مش بس بالبلديات. اليوم شو مطلوب من المرأة بيها الانتخابات البلدية. أو شو بعد فيها تعمل. فيها تعمل كتير. أهم شيء أنه تترشح. بس يكون عندها مشروع واضح. مشروع عن جد. بيعزز وجودها. تكون متميزة بالمشروع اللي بتطرحه. قد فيها تغير بدايعتها. ما تكون برأي كمالة عدد. بها اللوايح الانتخابية. يعني بتمنى أنه عن جد. تطرح نفسها على. من ناحية تغيير. تغيير الوضع اللي عايشين فيه. واخر فترة شفنا شو صار بالزبالة. اللي ملقت شوارع لبناء للأسف. يعني. يمكن لو كنا حاطين خطة لمركزية. ما كنا وصلنا لهذا. كل حالة بالبلديات اللي قدرت تتعامل مع هالموضوع. إذا عم نحكي عن نفايات المرأة. إجمالا كان لها أيد كتير. مهم إن كانت عضو البلدية أو ما كانت. تبدأ من المنزل إذا أريدك. إذا السيدة اليوم تعرف كيف عملية الفرز تهون كثير المراحل بدأتها من بعدها. لكن إذا على سعيد البلدية. ما في تحرك. كمان ما رح نكون عم انتفع. صح. العمل هو كل متكامل. متكامل صح. المرأة اليوم بالأنون. بأنون البلديات. في شهيدة جامعية لازم يكون عندها إياها مثلا. في عنا مادة بالأنون. أو الرجل يعني. هو المرسوم الاشتراعي. من سنة 1977. اللي هلأ منه معدل. أكيد صار فيه تعديلات بسيطة. وإنما فيه مادة بتقول أنه يكفي أن يكون يعرف الكراءة والكتابة. يعني نحن صرنا بعصر كثير متقدم. يعني الأوانين لازم أن تتحدث بطريقة تماشى مع المجتمع. واليوم إذا رئيس بلدية عنده شهدات عليا. ما فيه يكون الأيكيب اللي معه يعرف فقط الكراءة والكتابة. ما فيه تماشى مع التطور الموجود. ما فيه نحسن ضيعتنا إذا بس نعرف نبصم أو بس نمضي إسمنا. يعني فيه أشياء كتير لازم خلص نطلع منا. ونبلش نحسن محال ما نحن موجودين. لكن يكون فيه لها الأشخاص عمل أكيد ضمن البلدية. يعني ما فيه غنى عن أي شخص ضمن الضيعة أو ضمن المنطقة. ولكن بمراكز تانية. وكل حالة عم نسمع كمان بالانتخابات بروبرتاجاتنا. يعني وبالموراسين اللي يبرموا على المناطق. أنه فيه شكوى من أنه حتى رجال أو نساء مش هون الموضوع. اللي عم تقدموا لعضوية البلديات. اللي هنا حتى قراءة وكتابة ما بيعرفوا. بعضهم ماشينا على القانون يمكن. مع الاحترام للجميع. ولكن ضروري أنه لا نقدر نتقدم لقدام. يكون كل شخص بالمركز المناسب. يعني ما فينا نحكي بتانمية. إذا بنضلنا على أشياء تقليد قديمة. وما عم نتماشى مع التطور الموجود. كمدربة مترهوري المرأة قادرة. يعني فعلا تقتنع بأهمية ترشيحها. أو بأهمية أن تكون فاعلة به المجال أو المجالات تانية تنموية أو حتى السياسية. هي بده يكون أول شيء عندها سأب نفسها. وبده تعرف أنه عندها مجهود أنه تعمله لتوصل. يعني ما في شيء بالهين بيوصل. وتكون مصرة ومثابرة على هذا الشيء الذي بده توصل له. بالنتيجة يعني إنسان ما في ينطر لآخرين لحتى يوصلوا لمركز. وقامل هو إفار شخصي مثل ما بيقولوا. أنه حتى يتقدم. اليوم المشاكل كثيرة ضمن البلديات يعني. والسياسة كثير أوقات تكون حاكمة. نقلنا إيه ونقلنا لأ. ولكن في مشاريع واضحة أو في طريق عند البلدية تقدر تتبعه. حتى تكون المنطقة أو الضيعة فوق كل اعتبار. ما في شك يعني اليوم البلدية تلعب دور كثير كبير. في كثير بلديات بلبنان عم تشتغل بشكل كثير صحيح. ما فينا نعمم يعني دائما تجربة على الكل. وفي رؤسة بلديات عم يعرفوا عن جد يشتغلوا ببلدياتهم. إذا ما عندهم رؤوس أموال حتى يصرفوا. عم يتعاملوا مع شركات أجنبية أو مؤسسات. بتقدم كروض أو بتقدم هيبات معينة. حسب المشروع اللي بحطوا. عم بكتير عم بيساعدوهم يعني. اليوم ما لازم نشوف وضعنا ونقعد نتفرج عليه. لازم نحن نشوف كيف نجيب موارد تانية. إذا ما عندنا موارد كفينا. لحتى نقدر نقوم بمشاريعنا. وننمي المنطقة اللي نحن موجودين فيها. بالنهاية. بس شو مطلوب من الأحزاب السياسية؟ من العائلات؟ من أي مجموعة مسؤولة اليوم؟ أو بتأثر بانتخابات البلدية؟ لا حتى اللي تكون المرأة عم تندفع للأمام؟ ما في شك إنه السيدات اللي بينتسبوا لأحزاب. عندهم حظ أكبر إذا بديك للوصول للمجالس البلدية. وهون بتقليك إنه في اليوم عشر سيدات فقط. هن رئيسة مجالس بلدية بلبنان. على ألف و أربعة عشر بلدية. يعني لتشوف النسبة هي واحد بالمية. وأربعة فاصل ثمانية بالمية بالمجالس البلدية. فأدي عنا نقص. أدي نحن بحاجة. ما في شك الأحزاب عم تلعب دور كتير كبير. والمجتمع المدني كمان. والجامعيات عم تحفز أكثر السيدة. عم نشوف هيدا هالخطط اللي عم تنحط لها. تحفيزها أكثر للوصول. بقى بيكفي إنه هي تعمل مجهود خاص. وتسقف حالها. وتعرف كيف تتقدم بمشروع يقنع الناس اللي حواليها. ما سأسألك الخبرات. يعني هالعشر رئيسات بلديات. شو كانت الخبرة. لأنه الهدف بأنه هي نوصل لما نقول رجل وامرأة. بل نقول كيف هالشخص قدر تتعامل مع المسؤولية اللي أعطيت لأله. أو اللي أعطاها الشعب لأله. وهون إذا بدنا نحكي رجال ونساء رجال ما بيكونوا كثير ربحانين. فالموضوع مش رجال أو نساء. الموضوع أنه يكون الشخص المناسب بالمكان المناسب. وبنفس الوقت تكون المرأة عم ينفتح لها المجال بيعدل مثل الرجل. شكرا. أهلا وسهلا فيك. نتابع نحن ويكون بعد شوي بلايف مجموعة من المواضيع. من بعده رح نكون مع ري لوكينج. ومواضيع تانية ما تنسوا رح نكون مع المسيح بإثنين البعوث. خليكم معنا. ترجمة نانسي قنقر شكرا. شكرا.